السلام عليكم النهاردة جاي أعملكم فراخ مشوية للمستعجلين فعلا هيصناها كده فراخ المستعجلين في 5 دقيق هنبقى حضرناها مكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت دي للناس الموظفين اللي هم عايزين روحوا يعملوا الأكل بسرعة كده في ثواني أو للحبايبي الطالبات اللي بيبقوا مختاربات عن بيوتهم في ثواني هنعملها ومكوناتها كلها ومقدرها موجودة في البيت أول حاجة معايا أي كمية بقى طبعا من الفراخ انتوا حبينها تكون مخصولة كويس جدا بملح ولمون ومتنظفة على قد ما تقدروا معايا بصل وفلفل وطماطم بطاة صاية واحدة كمان معايا معلقة من التوم المفروم أنا بعمل دايما التوم مع الفلفل لو مافيش الفلفل المفروم مافيش مشكلة معايا كمان 3 طماطمات أنا ضربوهم في الكبة وعملاهم بيوري كده من غير مية خالص لمونتين معصورين معلقتين كبار من الخل أو معلقة كبيرة من الخل و3 معالق من الزيت زيت دورة كده خلصنا احنا المكونات الأساسية البهارات بقى اللي معايا 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 من الملح ومعلقة من السكر كمان معايا 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 من بهارات الفراخ ومعلقة من الزعتر معايا من الفلفل الأسود ومعلقة من السبع بهارات نقدر نستغنى عن أي حاجة وهتطلع برضو الفراخ طعمها جميل بس طبعا ما يكونش الملح انا حطيت السكر هنا هيساعدني على التسوية الكويسة للفراخ وكمان هيديني لون لها حلو في الاخر هاخد بقى الخضار بتاعي هقطعه كله كده شرايح طماطم والفلفل والبصل وهحطه كله على بعض زي ما انتو شايفين ابقسم الطماطمية من النص بشيل بس الطرف بتاعها من فوق كده وبعد اقطعها شرايح وقطعت الفلفل برضو نفس الحكاية والبصل كمان هقطعه معاهم جوانح كده انا قطعت كله شرايح فاضل بس الوحدة البطاطس اللي معايا هقطعها شرايح برضو رفيعة خالص كده وهضفها للخليط عايز اقول لكم ان انتو لو حابين تزودوا بطاطس وتبقى وجبة كاملة زي بطاطس بالفراخ المشوية كده وناكلها مع رز مافيش مشكلة هقلب بقى كل الخضار ده كده مع بعض وبعدين هجيب بيوريت طماطم هحط عليه الخلب واللمون والزيت والتوم وكمان السكر والملح وكل البهارات اللي معايا وهقلب كل الخليط ده كده مع بعض بعد ما هقلبه كويس زي ما انتو شايفين كده هاخده هاخد نص الخليط ده بس الاول هحطه على الخضار وابدأ اقلب في الخضار كله مع بعض زي ما احنا شايفين انا اخدت نصه كده وقلبت الخضار كله بالخلطة بتاعة السلسة او بتاعة البيوريت طماطم اللي انا عملتها هاخد اعملها كويس بايدي انا عايزة كمان البصل ينزل من المية بتاعته والطماطم كله كده يتشرب من بعض بعد كده هجيب الصنية اللي انا هعمل فيها انا هنا خطيت فقال بايريكس ساخد البطاطس الاول كده اه خليها من تحت الوحدها علشان هي بتاخد يعني اكتر حاجة هتاخد وقت في التسوية هي البطاطس دي اه انا عايزة اقول لكم لو هتعملوا في صنية الومنيوم اه او تيفيل هيطلع الطعم كمان احلى من البايريكس اه بعد كده هنزل في باقي الخلطة دي هنزل اه الفراخ بتاعتي وهفضل ادعكها كده بالفلفل والطماطم والبصل وكل الحاجات اللي انا حطاها دي هدعكها كويس كده مع بعضها انا انا مش هسيبها وقت تتبل انا مجرد بس ما هي هتاخد من طعم الحاجات دي كده في سويني اه وهروح ارسهم برضو كله بقى مع بعض اه هنزلو في الصنية بتاعتي اهو حطيت فوق البطاطس شوية من الخلطة وبعد كده حطيت الفراخ وحطيت باقي الخلطة على الفراخ من فوق بعد كده الصلصة اللي كانت متبقية معايا هصبها على وش الفراخ من فوق زي ما قلتلكم الصنية هنا كانت صغيرة شوية اللي بالبايريكس بتاعي كان صغير لو هتعمله في صنية الومنيوم هيبقى افضل اه انا هنا جبت كمان ورقة من ورقة الزبدة كده كرمشتها بأيدي علشان اعرف اتحكم فيها اه وبعدين حطيتها فوق الفراخ قفلت عليها كويس جدا علشان طبعا مفيش غطاء انا عايز اقول لكم ان الفراخ دي انا مزودت الهاشة هو لمية ولا زودت شربة ولا اي حاجة هي مجرد البيوري التماطم اللي انا حطيته انا غلفتها كمان من فوق بالفويل اهو زي ما انتم شفتوا اه علشان الفويل ما يبقاش يعني اللازق في الفراخ ويبقى مضر علينا في الاكل اه وهدخلها على فرن حامي جدا هتاخد من نص ساعة لساعة الا تلت وهنا دا شكلها بعد ما خرجت من الفرن الفراخ دي انا بعملها لما بيكون حد جايلي فجأة وانا ما كنتش عاملة حسابي مثلا اه فبزود بيها اكلة او حاجة وبعملها بتخلص اه فعلا في سواني وبتبقى طعمها اه عايز اقول لكم مع اني ما نعناشي الفراخ في تدبيلة ولا اي حاجة بيبقى طعمها بجد اه اه رهيب ومن الاكلات اللي انا بحبها علشان اه سهلة وسريعة وزي ما قلتلكم انا ما حطيت لغاش مية ولا صوس ولا اي حاجة اه هي استود في في الشربة اللي بتبقى نزلة من الفريخ شايفين البطاطس طعمها رهيب الخلطة اللي بتبقى مع الفراخ دي كمان اه بيبقى طعمها حلوة قوي شايفين بقى انا عايزة وريكوا الفراخ من جوة طرية قد ايه وبيضة ازاي وجميلة يعني والله انا بابقى نفسي كل اكل بابقى عاملية نفسي بابقى بدوى اللي بيتفرج اه علشان يعرف قد ايه هو حل وكده تبقى وصفتنا النهاردة خلصت اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجباتكم اه واتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم اه وقبل ما اقفل ما تنسوش تعملوا لايك ولو انتو مش مشتركين في القناة اشتركوا فعلوا الجرس علشان يوصلكوا اه كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بعملها اه ولو حب انيعمل فيديوهات لحاجة معينة ياريت تبعتوني في الكومنت تحت ونقول سلام ترجمة نانسي قنقر